مغامرة عابرة خاضتها عام 2019 على سبيل التجربة لكنها كانت سبباً في تعلقها بهذه الرياضة وممارستها بشكل احترافي وهي اليوم تحلق في مرتفعات عسير كانت أول تجربة لي بموسم السوداء بعدها حبيت أني أبحث وأسأل عن رياضة البرقلايدنج اللي هي طيران الشراعي تواصلت مع المدرب المبدع محمد سيف وسألت إذا كان في مجال أن الشابات أو الفتيات يدربون على الطيران الشراعي وصراحة رحب بالفكرة وبعدها انضميت النادي عسير للرياضات الجوية وبدأت فعلياً بالتدريب إلى أن وصلت لأني أطير بروحي سولو وبدون توجيه الحمد لله تحدت الصعوبات والمخاطر وأصرت على تحقيق حلمها في التحليق وحيدة دون مدرب بعد حصص تدريبية عدة وهي اليوم أول فتاة سعودية تمارس هذه الرياضة في منطقة عسير أنا شخصياً الصعب اللي يواجهني أن التنقل بين المدن في حين أني أنا أقيم في مدينة تبعد عن منطقة عسير تقريباً خمس ساعات فهذا أكثر شي صعب يواجهني ولكن يهون أو في سبيل أن أمارس هذه الرياضة وأطير وأستمتع أكثر شي حببني فيها أني لقيت نفسي فيها وشخصياً أحب المغامرة وأحب تجربة كل شي جديد كل ما أطير أنسى كل شي وأستمتع بالطيران فضول وحب للاستكشاف دفع نهال الهلال لتجربة الطيران الشراعي قبل أكثر من عام لتكتشف شغفها في هذه الرياضة محمد الجميري MBC عسير